السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير محببكم في قناة هاناكوين ديكوراسيون عندي مفاجأة لكم كامل متتبعات الغاليات واللي راهم حابين يتعلموا هاد الحرفة اللي راني ندير فيها الحرفة اللي تخص ديكور جهاز العروس دونك في هاد الاكل بيتا سكول في سويدانيا نحن نبدأ ندير دي فورماشيون بوغ البنات اللي راهم حابين يتعلموا يتدخلوا للصفحة بيتا سكول ان شاء الله ويلقوا فيها كامل المعلومات كونسيرنال اوقات لبخي كلش كلش لقابات مك ان شاء الله اتصلوا بالاكل واللي راهم حابين يتعلموا ان شاء الله امر احبا بيهم وفي الفيديو تاني تاني اليوم ليخص مشروع انجلوغي او كي ما نقولو تركيب الاضافر اللي مهتمة بهذا الدومان يعني اللي راهي مهتمة بهذا الحاجة اليوم الفيديو يخص اللي في اكواريوم دونك بوست كابسول معاي في اكواريوم كي ما شفتو بعد ما تحضري لانجل ديالك يعني نحيو كامل هاديك لابو مخت نديرو لاماليكور يعني هنايا نديرو نبلاسيو لكابسول تاعنا كي ما شفتو لكابسول دارت انجوز تاع الاكل افري كيفاش لافاصل لتحكميها وتلسقي بها لكابسول وهنايا ادي باش تقطعي لكابسول تاعك بلا قيوتين هنا بيانسور تحكمي لكابسول لازم تشديها ما تتلقيهاش غير هاك داك بسك اطير لك بيانسور اللي يدتاع لك لكليانت تاعك ولا لكي تخدمي لها تكون هي ديجا راهي حاكمة يدها راهي شدتها دانك ماشي كي ما كي تكوني تخدمي فلا بو بيانسور دانك هنايا نجو نحيو لديماركاسيون بيانسور هادي مرحلة مهمة كين بزاف لي ما يحبوشي نحيوها ما هي مرحلة مهمة باش تشد لك الكابسول تاعك لبوس كابسول تاعك تشد لك يعني كين بو بوس كابسول تحكم لك من مينمو مينمو 15 نيوم حتى 45 نيوم هنا يلازم تكون طريقة لعمل تاعك تكون صحيحة كي ما هنا نحيو لديماركاسيون هاديك الدرجة اللي ما نتعرف شنو هي لديماركاسيون سي هاديك الدرجة تعل كابسول لبراسيتها مع الضفر ناتيغال تاعك مع الضفر الطبيعي ديالك هاديك الدرجة وجاء هاديك تنحيها لازم ما تكونش لازم كي تخدمي وتبداي تمسي فيها لازم تحسي بلي مراهيش كاينة هاديك الدرجة مع كاش راهو كامل ما مانجل راهو دفر واحد ما كاش هاديك للديفيرانس داكور داكور هنا كايين تلت مراحل بعد ما نبلاسيو لكابسول تاعنا داك تنحي لديماركاسيون عندك تسقمي لفورم وتنحي لبريانس تاع الكابسول تاعك لازم نحيو لكابسول هنا سا ديبان لفورم تاعك إلا كنتي حديني اون فورم في الكاري ولا اون فورم في الكاري اراندي خدمي نورمال بلاليم إلا كنتي حدستعملي حديري للافورم في البالغين ولا في البوينتو ولا في الاموند ولا في الاراندي داكور تحكمي للمقص ديالك تنقصي شوية من الكابسول تاعك في الجهاتين يعني في الكوتي تنقصي شوية شوية هنا باش تسهلي على روحك الطريقة باش كي تليمي ما تطوليش يعني بلاليم تكوني سايبانا كي يدرتي لشكل ديالك شوفو هنا يك بعد ما كممت دارت لفورم للاستاجياغ ديالي ودارت سايبانا لحات لابريانس لديماركاسيون يتو هنا ديجال كابسول تاعك راهي بانت مازال ما درناش لجل ديالنا وبعد ما ديرو لجل حاجة بينك وحت تخسر لنا لفورم مي راهي بانت لفورم هنا روحو نديرو Hmm اللي راهي فيها الجی świ ادفر طبيع ديالك ونشفوها ادفر سايبانا لجل الري ان روحو کليش search for the Today's bodies Themme للتkiyeتي كايي بزفلت أخير لكم ностاغ ليك learned先تاليك البا Soon جياذي القارع اللي كيما لأب voix كيما لأحد مع جمع نتولي زروري الغل باز في طارق كابسورتي نصبحت من جمع جل الباس سمحولي ديرهم المم بواسطة الجل دي كونسطركشن ديالك نحن نديرو اللي في اكواريوم اللي كنت ريته لكم ديجا من قبل مي هاد الفيديو ان ديتاي اللي نستعملو فيها للا ديكو اللي تكون بلات يعني ما فيهاش لفولم ما تكونش بومبي ولا يعني يعني اللي ترك زيما دي اتوال صغار ولا ديكار ولا نستعملوهم يعني اشكالو خلاص تقدروا تستعملو مم هادوك اللي بيخ سرورين بسكو علاش مانا همشو غيمن بومبي تستعمليهم تلسقيهم ديراكتوما سور الجل الباس داكو ستعمليها ديراكتوما افان ما تنشفيه بسكو اللي كانت تنشفيه ما عندك فشي اللي سقو دانك تنش ديريها فوق الجل الباس دخليها تنشفيها سواصنة سجند تخرجي اللي يدك بيان سورم لالامب هنا يديري جل نحك من الجل تولكتنا من الآن كي لعضاء كي دايما نقولو نحكم الجل تولكتنا نشطه فلا زاند سترس اللي متعرفشو شنو هي لازاند سترس فى تفردياك هي المنتقل في الوسط تفردياك ويتتبلاسي الكابسول ديك انتخ الكابسول وثو تفردياك تحكمي هذه البول تحطيها في الوسط توجغ بشكل دائري باش ما يقعد تلك الخيوط هكذا يطلعو لك في البنسو ابخي تمشي الوجال تاعك للتحت قريبة لكي تشيكول ابخي تطلعيها طلعي للوجال تاعك للفوق غير بشوية يا لبنات غير بالعقل تمشي الوجال تاعك ما تقيسيش وإلى قستي للصباح تاعك بالوجال وإلى قلبي يدك كم دابيتود نقول لكم كي تعمري لوجال قلبي يدك باش يمشي لك لوجال تاعك على كامل تاع الفور ديالك يمشي لك على الحمد ديالك اللي راهو فلوتو هنا يبقى نحكمه كي نخرجو لوجال ديكنسوكشون تاعنا بلالكر وبلوكلين غالح سبو شراهو كاين عندك متوفر وتحكمي لليم تاعك لليم نخدم بها سي سان و سان كاترون نخدم بلجوها تاع سان كاترون يعني نخشينا هذيك اللي مليحة نبدأ اللي ميو بها نقصوه لماكسيمم تاع الجل نقصوه يعني ما تخليش للكابسويل ديالك تخليها خشينا كي تخليها خشينا سي ماش ماشي شابة وما تعجبش هنا يبقى لليم تاعك هي تسجمي لأفرم تناحي هذيك اللي يديرياته زيادة وتحكمي وتحكيم تاني بانسور من الفوقات على تتسجمي تاعي كالابريانس عن الجل وتحكمي لبلكتاعة تنحي كامل شتو انا فهمكم رقدار هذه الخطوط التي تنحيها بلو بلوك ايضا هذه الخطوط التي تنحيها بلو بلوك هذا يجب أن نضفر مع الأخر يكون لس الكابسول تكون كما يرى هي مفترة هنا يفلافين كامل لدينا ونشفوها 30 سجند ويكون واجد في الأكواريوم يكون واجد في الأكواريوم تديره في صباع ولا زوج ولا ما كيش حديره في كامل لاما ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تعاليوم ونتلاقاوا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي حتكون ثاني مرحلة من مراحل تركيب الأدافر ما بقى لغير نقولكم تهلا وفي راحكم ونبقاوا على خير باي باي